وهناك رسالة من مجموعة من الشباب تحت هذا العنوان منتدى شباب الناصرية الرسالة يطلبون فيها جواباً على سؤالين سؤال لا أجد فاعدة من ذكره لأنه سيدخلني في دوام والسؤال الثاني يسألون هل أن لهذه الأرض لأرض الناصرية لأرض هذه المنطقة المنطقة الجنوبية هل لها علاقة خاصة بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أرض العراق عموماً لها علاقة خاصة بأهل البيت وأهل البيت أحبوا أرض العراق ولكن بخصوص السؤال لن أحدثكم عن التأريخ المعاصر أقول للذين أرسلوا الرسالة سأحدثكم عن أشياء ربما لا تعرفونها ربما تعرفونها لا أدري لكنني أظن أنكم لستم مطلعين عليها أو لستم مطلعين على تفاصيلها بالنسبة لإسم الناصرية فهو اسم حديث نسبة إلى مؤسس المدينة ناصر الأشقار وهو من شيوخ المنتفج من شيوخ السعدون هذه المنطقة كانت تسمى ذوقار وإنما يقال لها ذيقار بالكسر باعتبار الإضافة منطقة ذيقار وإلا التسمية الأصلية لها ذوقار والقار هو القير القير الأسود فهناك عيون قيرية في هذه المنطقة فتسمى هذه الأرض بأرض فيها قير فيها عيون قيرية فسمي الذوقار وعرفت بعد ذلك بحسب الإضافة بذيقار منطقة ذيقار بساتين ذيقار أرض ذيقار فجاءت مجرورة لأن ذو من الأسماء الخمسة أو الستة تجرب الياء وإلا التسمية الأصلية لها المذكورة في كتب التاريخ هي ذوقار ذيقار هذه التي سميت بعد ذلك أحد مدنها بالناصرية وشاع هذا الاسم للمنطقة كلها ذيقار هذه هي الأرض التي ولد فيها إبراهيم الخليل في منطقة أور وهي جزء من ذيقار من هذه الأرض وجزء من مدينة الناصرية من توابع مدينة الناصرية وهذه المعلومة معلومة يتفق عليها اليهود والنصارى والمسلمون من أن إبراهيم الخليل ولد في مدينة أور أي في ذيقار أي في الناصرية وإلى يومك هذا هناك آثار لبيت إبراهيم الخليل لبيت عائلته للبيت الذي ولد فيه ربما هناك آثار لبيت يعرف ببيت إبراهيم الخليل إبراهيم الخليل هو سيد التوحيد المرحلة المتكاملة من التوحيد هي مرحلة التوحيد الإبراهيمي ولذلك نحن نقول على ملة إبراهيم فإننا لا نقول مثلا على ملة آدم مع أن آدم نزل بالتوحيد في الأرض وكل الأنبياء بعثوا بالتوحيد لكننا لا نقول على ملة نوح ولا نقول على ملة هود أو صالح وهم جميعاً أنبياء بعثوا بالتوحيد التوحيد الأكمل هو التوحيد الإبراهيمي وتعبير القرآن عن إبراهيم من أنه كان أمة إذا أردنا أن ندرس شخصية إبراهيم فإبراهيم كان أمة فعلاً من هذه الأرض نطق لسان التوحيد الإبراهيمي من هذه الأرض من أرض أور من هذه الأرض بدأت حركة تحطيم الأصنام ولذلك تأريخ هذه الأرض تأريخ مشحون بالمعارضة ربما هذه بقايا أنفاس إبراهيم محطم الأصنام في هذه الأرض فإبراهيم من هنا نطق بالتوحيد من أرض أور ومن هنا بدأت رحلته في تحطيم الأصنام وفي مواجهة أعتل ديكتاتوريات النمروت النمروت كان أقوى من فرعون كان أقوى من سائر الملوك الآخرين إذا أردنا أن نقوم بمقارنة على جميع الاتجاهات إبراهيم أيضا في رواياتنا هو الذي اشترى أرض كربلاء يهيئها للحسين مثلما اشتراها أمير المؤمنين والحسين اشتراها أيضا أرض كربلاء اشتريت أكثر من مرة أول من اشتراها اشتراها إبراهيم من الناس الذين يقولون نحن ملاكها من الذين وضعوا أيديهم على هذه الأرض فإبراهيم خطط لكربلاء ثم عبر إلى الشام وخطط هناك لكل الديانات ولكل النبوات التي جاءت من بعده والتي لها الأثر الكبير في المسيرة البشرية وإلا لما يركز القرآن على بني إسرائيل هذا التركيز وعلى أنبياء بني إسرائيل في الوقت الذي يترك مئة واربعة وعشرين ألف نبي أيضاً ما للأماكن المقدسة في فلسطين كان لإبراهيم يد فيها ثم هو الذي بنى الكعبة وهو الذي خاطب الناس في الأصلاب النداء الإبراهيم في الروايات حين يتحدث القرآن أنه أذن في الناس بالحج هذا الأذان كان خطاباً للأصلاب حتى أن الروايات تقول إن الذي أجاب إبراهيم مرتين فإنه سيحج مرتين والذي أجاب ثلاثة سيحج ثلاثاً والذي أجاب مرة سيحج مرة فكان الخطاب موجهاً للأصلاب قضية كبيرة جداً مرتبطة بالمسجد الحرام بالكعبة بالحاج بالصلاة كل ذلك بسبب إبراهيم وجاء بابنه إسماعيل ومن هنا بدأت الشجرة المحمدية تلاحظون إن إبراهيم كان أمة فعلاً في كل الاتجاهات فإبراهيم كان والداً لإسحاق وإسحاق والد ليعقوب ويعقوب هو والد كل الأنبياء الإسرائيليين يعقوب هو إسرائيل يعقوب هو إسرائيل فكل الأنبياء الإسرائيليين إلى عيسى الذي سيكون له دور في غاية الأهمية مع إمام زماننا هم من أولاد يعقوب وإسماعيل أصل الشجرة المحمدية هو من ولد إبراهيم وهو وإسماعيل بني الكعبة إلى تفاصيل كثيرة إبراهيم من هذه الأرض فأول موحد نطق بالتوحيد الكامل من هذه الأرض قضية أخرى تحدث عنها التأريخ وأنا أعتقد إنها ليست ببعيدة عن الذي ذكرته عن إبراهيم الخليل هذه الأرض أرض ذقار هي أول أرض يرفع فيها شعار يا محمد في كل الكرة الأرضية أول أرض رفع فيها شعار يا محمد وقطعا هذا لم يأتي جزافا لم يأتي جزافا القضية مرتبطة بإبراهيم الخليل معركة ذقار أين حدثت بين الفرس والعرب حدثت في هذه المنطقة مع بني شيبان ولا زال بني شيبان إلى يومك هذا أحفادهم يعيشون في هذه المنطقة أصلا في مدينة الناصرية الآن توجد منطقة تسمى بشيبان لأن هذه الأراضي كانت محلا لسكناهم المعركة حدثت هنا قصة النعمان بن المنذر القصة طويلة لا مجال للحديث عنها قصة النعمان بن المنذر مع كسرى وكيف أنه أودع عائلته ودروعه وأسيافه ومجوهراته عند هاني بن مسعود الشيبان ولما طلب كسرى من الشيبان هذا أن يأتيه بما ترك النعمان عند رفض وقبيلة بن شيبان كانت قليلة العدد نصرتها قبائل أخرى والقصة مفصلة في كتب التأريخ لكن كسرى بعث بجيش مهول تتقدمه الفيلة وما كان كسرى يبعث بالفيلة إلا لأمر مهم بينما هذه قبيلة صغيرة أراد أن يؤدب العرب حتى لا يعترض بعد ذلك عربي على أمره أو لا يطيع متى حدثت المعركة كما عليه الكثير من المؤرخين حدثت المعركة في بداية البعثة وجاء من جاء البعض يقول هو المثنى بن حارث الشيباني جاء من الحجاز إلى أعمامه لزيارتهم لشأن من شؤونه فوجدهم في هذا الحال أن كسرى قد أرسل جيوشه وهم مرعوبون خائفون من هذه القوة الهائلة هو أقترح عليهم قال إن كثيرا من العرب يتيمنون بولد لعبد المطلب يعني محمدا صلى الله عليه وآله فتيمنوا باسمه وارفعوا اسمه شعارا في المعرك فحملوا وهم ينادون يا محمد فانكسر الجيش الفارسي وهي أول وقعة ينتصر فيها العرب على الفرس بتلك القلة القليلة وهناك حديث مشهور في كتب التعريخ والسير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال في في يوم من الأيام لما دققوا بعد ذلك وصلت الأخبار في ذلك اليوم انكسر الجيش الفارسي قال اليوم اليوم انتصف العرب من الفرس وقد نصروا به اليوم انتصر العرب من الفرس اليوم اليوم انتصف العرب من الفرس وقد نصروا به فهذه الأرض أرض ذقار هي أول أرض رفع فيها شعار يا محمد وما هو بغريب أتعلمون أن شعار الحسين في يوم عاشورى يا محمد هكذا يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان شعار الحسين في يوم عاشورى يا محمد يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قضية أخرى أيضا مهمة جدا تلاحظون قلت هذه الأرض هي الأرض التي صدر منها أول محطم للأصنام وهو إبراهيم وأول ناطق بالتوحيد بالتوحيد الكامل التوحيد الإبراهيمي وما كان له من أثر كبير في العراق في الشام في مصر وفي الحجاز وهذه الأرض هي أول أرض رفع فيها اسم محمد بشكل علني في أوائل البعثة وهي أول أرض يطأها أمير المؤمنين حينما دخل العراق وعسكر فيها وما ذلك بغريب إنها أرض آبائي وأجدادي لذلك عسكر فيها قرأوا في كتب التاريخ حينما دخل أمير المؤمنين إلى العراق في أي منطقة عسكر؟ عسكر في ذقار عسكر في الأباطح الأباطح هي المنطقة الممتدة ما بين حالياً حالياً ما بين أطراف الأهوار التي تنتهي حدودها في البصرة والعمارة والناصرية من هذه المنطقة إلى مدينة السماوة وما بعدها تسمى بالأباطح أو البطحة وإلى اليوم توجد منطقة مدينة من المدن التابعة لمحافظة الذقار مدينة موجودة تسمى بالبطحة هي بالضبط في هذه المنطقة منطقة الأباطح التي نزل فيها أمير المؤمنين وعسكر هنا وأرسل رسله كي يجمع له الأنصار من الكوفة ومن المناطق المختلفة في العراق في هذه المنطقة تجمعت قوات أمير المؤمنين في منطقة ذقار ولا أعتقد أن الأمر كان جزافيا إنها هي الأرض التي خرج منها جده الأعلى إبراهيم لذلك أمير المؤمنين حين سألوه في سفره هذا كما تذكر كتب السير والتاريخ فقالوا له من أين أصلكم يا أمير المؤمنين قال أصلنا من نبط العراق ونبط العراق الأقوام الذين كانوا يسكنون الأباطح لو رجعتم إلى كتب التاريخ وكتب السير نبط العراق هم الأقوام الذين كانوا يسكنون الأباطح أباطح العراق التي كما قلت قبل قليل من الحدود النهائية لأهوار العمارة والبصرة والناصرية تمتد إلى بادية السماوة هي هذه التي تسمى بأباطح العراق المناطق التي كان يسكنها الأنباط وبعد ذلك هاجر قسم من الأنباط إلى الأردن وإلا موطنهم الأصلي هنا وسموا بعد ذلك بالآراميين فإبراهيم آرامي نبطي لذا أمير المؤمنين يقول أصلنا من نبط العراق ربما الذين يسمون الآن بالسومريون بالسومريين قد يكونون هم قد يكونون غيرهم لا أدري الآراء بين المؤرخين مختلفة فعسكر أمير المؤمنين في هذه الأرض وجاءه أنصاره من الكوفة ومن المناطق الأخرى وبعد ذلك تحرك باتجاه البصرة ولذا هنا مقام في مدينة الناصرية في هذه المنطقة في منطقة الأباطح هناك مقام معروف بمقام الخطوة يقال له مقام أمير المؤمنين يقال خطوة الإمام علي يقال مقام الخطوة يقال منصور أبو الحسن مقام موجود يزار وعمر بعد سقوط النظام البعثي وهو مقام كبير موجود مشهود يشهده الناس هذا المقام هو في نفس المنطقة التي عسكر فيها سيد الأوصياء قبل ذهابه إلى الجمل إلى واقعة الجمل هناك حادثة تتناقل في المنطقة ينقلها الآباء عن الأجداد يقولون في الأيام التي بقي فيها أمير المؤمنين في هذه الأرض في أرض ذيقار في يوم من الأيام خرج على جواده فعثر جواده فيقولون هذا المقام بناه شيعته على المكان الذي عثر فيه جواد الأمير يعني هنا أثر لحافري جواد الأمير وسمي منصور أبو الحسن عادة الذي يأثر يقال له كلمة من هذا القبيل لأن معروف هذا المكان معروف منصور أبو الحسن منصور أبو الحسن هو المقام المعروف في الناصرية ومتناقل عبر الأجيال أن الأمير في يوم من الأيام فرسه وعثرت هنا في هذا المكان وهذه ميزة لهذه الأرض يذكروني هذا بالحادثة الحادثة التي تذكر حينما يأتي حديث السبايا رسول الروم الذي قال ليزيد والقصة فيها تفصيل لا مجال لذكر كل تفصيلها وربما الكثير منكم يعرفها رسول الروم الذي سأل عن رأس سيد الشهداء وعلم أن هذا هو ابن رسول الله فخزى يزيد وقال له أي دين هذا الدين الذي تدينون به هذا ابن بنت نبيكم نحن معاشر النصارى عندنا في جزيرة من الجزائر هو حسب رسول الروم يقول عندنا جزيرة من الجزائر فيها كنيسة تسمى بكنيسة الحافر الناس يزعمون أن حافرا لحمار كان يركبه عيسى حصلوا عليه فوضعوه في حقة من الذهب وعلقوه في وسط هذه الكنيسة والنصارى يحجون إلى هذه الكنيسة على طول العام قال أي دين دينكم هذا وقال له أنا أبي من حوافد داود النبي والنصارى يقدسونني يكرمونني وفيما بيني وبينه آباء وآباء كثيرون فأنا أقول إذا كان هذا النصراني يتحدث عن كنيسة فيها حافر لحمار عيسى والكنيسة الآن لا أثر لها لا وجد لها يتحدث في ذلك الزمان في هذه الأرض هناك مقام ليس لحافر حصان أمير المؤمنين وإنما لأثر حافر حصان أمير المؤمنين الأخوة في الكنترول رجاء أعرض لنا صورة هذا المقام هذه صورة المقام مقام أمير المؤمنين المقام المعروف بمنصور أبو الحسن حيث عثر جواد الأمير في هذا المكان وعمر هذا المقام كان موجودا ولكنه عمر قطعا بعد سقوط النظام البعثي وناس منذ القدم تحج إليه وتزوره وتجتمعه بقية الصور رجاء أعرضوها هذه صور للمقام ولصحنه وللساحة المحيطة به مقام كبير وساحاته واسعة معروف في مدينة الناصرية إذا سافر المسافر يستطيع أن يسأل عن مقام منصور أبو الحسن هو هذا المقام أعتقد أن هذه المعلومات ربما تعرفون بعضها ولكن أن تجمع لكم بهذه الطريقة أعتقد أن هذا شيء جديد بالنسبة إليكم وأختم حديثي بما جاء عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه رواية في بحار الأنوار لشيخنا المجلس إمامنا الصادق ماذا يقول يقول أهل خراسان أعلامنا وأهل قوم أنصارنا وأهل كوفة أو تادنا وأهل هذا السواد يشير إلى جنوب العراق لأن الكوفة كانت تمتد إلى وسط العراق يشير إلى الجنوب قال وأهل هذا السواد نحن منهم وهم منا رواية جميلة جدا تتحدث عن مضمون واضح وصريح أعتقد أن الناس تجد له تطبيقا في أيام الأربعين لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك ولكن الذي يبدو من خلال هذه القراء أن صلة لآل محمد بهذه الأرض فمن هنا خرج جدهم إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لكن أرضا بهذه المواصفات قطعا تضيع مع أرض في العراق تسمى كربلا هذه الأرض وغيرها ستضيع مع أرض في العراق تسمى الغريعين أنا قلت من أول حديثي أرض العراق عموما من سامرة إلى جنوب العراق أرض محبوبة عند أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كما قال إمامنا الصادق أهل خراسان أعلامنا وأهل قم أنصارنا وأهل كوفة أوتادنا وأهل هذا السواد نحن منهم وهم منا أهل خراسان